على اتفاق بالعودة للتفاوض القريب مجددا انتهت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى التي انطلقت الاثنين الماضي دون أي مؤشر على إحراز تقدم ملموس وغدت توقف المفاوضات في ظل أجواء مخيبة للأمال ترجعت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية في أكبر انهيار في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي إذ اتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 300 ألف ريال إيراني كان الدولار قد سجل أعلى مستوى أمام الريال الإيراني في أكتوبر من 2020 عند 320 ألف ريال بعدما تسبب انخفاض أسعار النفط في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد والتي ترزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا الارتفاع الحاد في سعر الدولار بدأ قبل فترة وجيزة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 ليزيد سعره بنحو عشرة مرات في السنوات الثلاث الماضية وقبل أيام وضعت إيران مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية البقاء تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018 ما يعني استمرار خسارة عائدات النفط في أواخر أكتوبر الماضي أصدر مركز الأحصاء الإيراني تقريرا جديدا عن التضخم وأعلن فيه أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال 12 شهر بلغت 61.4% وهو الرقم قياسي جديد في تضخم أسعار الغذاء